السلام عليكم مرة تانية بعد ما حصل خلل فني في الشبكة العنكبوتية نحن مش تلفزيون ولا ازاعة زي ما انتو عارفين حديث اليوم عن علماء الهاشتاج وعلماء اللايك دايما انا قلت قبل كده قبل ما نقطع الاتصال معكم ان كتير جدا من الشباب بيقدروا العالم والداعية بعدد الاصدقاء اللي موجودين معاه او معاه على الصفحة واللي خلاني منزعج من كذا سنة ان شاب جيه شاب صغير مش معروف ما هواش نجم ما هواش البرينس او ماكل جاكسون او غيره او ما هواش راغب علامة او ما هواش كازم الصاهر كازم الصاهر او اللي هي ليسة او مليسة الى اخره الى اخره فقال انا هكون موجود في لندن في هايات بارك في ليوم الفنين الساعة كذا لقينا يمكن عشرة تلاف او اكتر من الشباب الصغير نزلين يسلموا عليه مين هو ده طبعا البوليس في لندن انزعج جدا وما كانش عارف يعمل كنترول على الشباب دول بس المشكلة مش في كده المشكلة في هؤلاء الشباب المجوفين الذين يعتقدون ان اللايكس والهاشتاج والانستجرام هي القيمة الفعلية للشخص هل شبابنا وصلت بيه مرحلة من التدني الى هذا المستوى فين القيم اللي بتحدد بها شخصية من تدعو او من تسمع تستمع اليه او من تحتذي بارائه الامر ده امر مزعج جدا 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 الامر خلى تركيبة العلم والعلماء تختلف وتختل عن ما كانت من زمان وخاصة الكثيرين الذين ينتقدون العلماء السابقين انا حكلمكم في رحلة العلم والعلماء في جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين اول حاجة سيدنا احمد ابن حنبل رضي الله عنه ده رحلة في طلب العلم لما ابنه عبد الله سأله سأله عن سؤالين يا ابي هل طالب العلم يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه ام يرحل الى الموادع التي فادوا علماء فيسمع منهم فرد عليه الامام احمد ابن حنبل قائلا بل يرحل ويكتب عن الكفئيين والبصريين واهل المدينة واهل مكة وا 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 الى اخر اما ابن خلدون كلكم عارفين من ابن خلدون الفيلسوف رجل الاجتماع الاول في العالم العربي والاسلامي قال في المقدمة بتاعته في طالب العلم ان الرحلة في طالب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم والسبب ان البشر ياخذون معرفهم واخلاقهم مما يتحلون به من ايه المذاهب والفضائل طارة علما وتعليما ولقاءا وطارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة خلاص؟ الا هذه اللي مهمة جدا 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 عندنا حصول الملكات تأتي عن المباشرة والطلقين وتكون اشد استحكاما واقوى رسوخا يعني في طالب العلم الانسان يمشي ويسافر الى اماكن مختلفة فعلى قدر كسرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها في قول مأثور للعلماء العلم لا يعطيك بعضه او بعضه حتى تعطيه كلك العلم لا يعطيك بعضه او بعضه حتى تعطيها كلك يعني الانسان ليس متفرغ للعلم وطلب العلم بياخده كده عالطياري وعمره ما حيكون عالم وعمره حيكون حتى متعلم هيكون حافز زي البغبغان اما الامام الشعبي لما قيل له فكسرت علمه قالوا من اين لك هذا؟ سألوه حتى اربع قواعد الاول عدم الاعتماد على الاخرين عدم الاعتماد نمرة واحد مفيش حد يأكل العلم كده زي وجبة لا عدم الاعتماد يبدأ ان يكتهد التاني السير في البلاد زي ما قال الامام احمد بن حنبل وزي ما قال ابن خلدون يتعلم عن اكثر من شيخ والصبر كصبر الحمار شوف الحمار بيكون صبور ازاي؟ على انجاز مهمته فانا سكون صبور كصبر الحمار اما الرابع فهو البكور ان يكون متأمباء يعني يخرج من بيته او من غرفته مبكرا كما يخرج الغراب بكور كبكور الغراب دي بعض الاساسيات في طلب العلم قبل ان نتكلم عن اناس من العلماء الغير معروفين للعامة انا مش هتكلم عن امام احمد بن حنبل وعن امام ابو حنيفة النعمان وعن امام مالك ولا الشفعي ولا امام جعفر الصادق الى اخره لكن هتكلم عن علماء فعلا اكتحدوا عشان يوصلوا لنا العلم وهم في طريقهم الى هذه الرحلة ونحن نتمتع بهذا واصلوبنا في نقل العلم يختلف تماما عما كانوا يعملوا لما احمد بن حنبل خرج لطلب العلم هو عنده 16 سنة فرح لاماكن كتيرة جدا في الشام والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والحجاز الى اخري الى اخري الى اخري بس مقدمة كده هناك في قصة لشخص اسمه ابو عبد الرحمن بقيه ابن مخلد الاندلس كان عنده عشرين سنة عشرين سنة وجي من الاندلس وكان نفسه ورغبته ان يلتقي بالامام احمد بن حنبل فلما وصل بغداد ماشي على رجليه تعرفوا منين الاندلس قد تكون في البرتغال او في اسبانيا معدي على المغرب معدي على الجزائر معدي على تونس معدي على ليبيا معدي على مصر معدي على سيناء معدي اما على الاردن او السعودية الى ان وصل الى بغداد فلما وصل لبغداد لقوا سيدنا الامام احمد بن حنبل ما ممنوع يخرج من بيته دي من سمحنا ايه اقامة جبرية في البيت عشان قصة خلق القرآن واختلافه مع الخليفة فزيع جدا معا مام شرح دي كلها اجل ايه محبوس فرح المدجد الكبير فلقى واحد اسمه الامام يحن ابن معين رضي الله عنه بيتكلم وبي ايه بيتكلم في رأيه في العلماء فسأله بعد ما انتهت الجلسة سؤال قال له ما رأيك في الامام احمد بن حنبل شو بقى الامام يحن ابن معين هيكلم ويقول ايه عن الامام احمد بن حنبل وهنا وعندنا شراثمة من الجهلاء اللي كل منهم يسب الاخر ولو محب بن معين قال الكلام ده في الوقت اللي كانت الدولة ضد الامام احمد بن حنبل سياسيا وحبساه تخيالوا الان لو في دولة لها موقف سياسي ضد احد الائمة الكبار من المسلمين دلوقتي ايه كان رأي العلماء هيكون فيه حاليا هيفسقوا ويجرحوا ويخلوا من المنافقين ويخالوا من دينه فايه الامام احمد بن عين قال ايه عن الامام احمد محمد في الوقت اللي الدولة كانت واحدة موقف ضده وحبساه اقامة جبريه في بيته قال له ذاك امام المسلمين شفت العالم لا يجرح وخيرهم وفادلهم يعني افضل من في المسلمين ده رأي عالم في عالم مش جاهل في عالم كما نرى الان فقال له دليني على طريق اللي بيت الامام احمد بن حمل فذهب اليه فخبط على الباب فقال له انا فلاني فلاني جاي من الاندرس عايز اسمع منك الهي قال له يا بني ده الوضع بتاعي ولكن انا اردت ان تأتي فأتي كسائل عابر سبيل وسائل لحاجة معينة واتخسرة فاتفقوا ان كل يوم الابو عبد الرحمن بقي المخلد اندرسي يعد عليه بالديل كان بيغطي راسه ويحط الاوراق بتاعته في كم اللي هو الجبة اللي لبسها ويخبط على الباب كسائل كان كل يوم بيعدي على الامام احمد محمد في المسلم بعد صلاة العيشة ياخذ منه حديث او حديثين او تلاتة وكان شرط العلاقة بينه وبين احمد محمد انه ما يذهبش للمسجد الكبير ولا يتخب احد وفضل جالس في بغداد الى ان تعلم من الامام احمد ابن حنبل اكتر من 300 حديث الامام القرطبي كان عنده رحلتين لمصر والشام وبغداد والحجاز كانت 14 سنة والتانية كانت 20 سنة كان ايه كان قوي جلد صبور طويل لم يركب الدابة في طلب العلم مطلقا قمة في التواضع لم يلحظها احد ولكن كان حريصا على ايه على حدور الجنائز لكي تذكره بعمله في الدنيا ولقاء بالله سبحانه وتعالى في الاخرة 34 سنة الامام الرازي خرج في طلب العلم في رحلة مدة 7 سنوات 7 سنوات لما حبي يحصي او يعد المسافة اللي مشيها لانه مشي حوالي 5000 فرسخ الفرسخ في الوقت ده اللي هو بيساوي ماشي ساعة ونص الساعة ونص معناها ايه؟ معناها ثلاثة ميل او خمسة كيلو يعني هو مشي 5000 كيلو في الرحلة بتاعته ده فبطل وقف بعدما عدل 5000 كيلو قال مفيش داعنا ايه؟ احصي ما مشيته في طلب العلم في الرحلة بتاعته كان مشي الرحلة الاولى من اقصى الغرب لدي المغرب لأقصى الشرق راح لمصر والراملة وبيت المقدس والراملة تاني وعسقلان والراملة وتبرية ودمشق وحمس وانطاكيا وترسوس وحمس تاني وبيسان والرقة وبغداد والشام والنيل والكوفة ده مشي على الاقدام 5000 كيلو واكتر في هذه الرحلة مشا على الاقدام هقولي الناس الذين اتوا لنا بالعلم واللي احنا بنجرح فيهم دلوقتي واحنا عادين نشرب شاي وقهوة وعادين على كرسي وعادين من مخ مخ واللي بيشرب سجارة بيشرب واللي ضارب لوبانجو ضارب واللي قعب بيكركع بيكركع كل حاجات دي كلها فوحد اسمه ابو عبد الله بن منده محمد بن اسحاق اتولد سنة 310 ومال سنة 395 الرجل ده رحمة الله عليه ايه هذا الامام سوريا قول كلمة رجل عنه هو رجل طبعا تعلم على يد 1700 شيخ يعني استمع 1700 شيخ وكتب عنهم في اوراق حطها على احمال شلها اربعين جمل الاوراق اللي كتبها عنهم في احمال شلها اربعين جمل حتى انه لما رجع لبلده اهله ولده اقربه الى اخره افتكر ان هذه الاحمال الاربعين جمل هي ملابس ومشتريات جميلة لهم فرحوا كلهم فسألوه ها فرد قائلا هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان يعني الناس اللي هيرغبوا في المتاع ده قليلين جدا ليه لان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتقى تفتقى قديه حل الاربعين جمل هذا العالم اللي كتير جدا مش حارفينه من العامة سأله احد احد التلاميذ كم تكون سماعات الشيخ الاوقات اللي استمع فيها للناس المشايق بس كده قال له تساوي خمس تلاف صن صنة الصنة يعني ايه بيسموها اللي ايه كأنك استمعت لعشر اجزاء كبار العشر اجزاء دول يملوا ايه سلة الاكل يعني خمس تلاف سلة اكل سمعها عن الناس وكتب عنهم اربعين حمل لجمل هذا هو الرجل اللي طلب العلم لنا لكي يورثه لنا شايفين الناس كانوا بتتعب ازاي ابو سعد السمان ابن اسماعيل ابن الحسن ابن زنجوية الرازي كان شيخ المعتذرة وكان الفقه بتاعهم وكان 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 تعلم على يد 3600 شيخ 3600 شيخ في زمانه وطرف الدنيا من المشرق للمغرب كان قال كلمة جميلة جدا بيقول فيها ايه بيقول من لم يكتب الحديث من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام الغرغرة من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام في امام اخر صوفي اسمه ابو الوقت السجزي ابي عبد الله عيسى ابن شعيب ابن هيم السجزي السجزي خرجه في طلب العلم هو عنده اقل من 10 سنوات مع ابوه تعرف ابوه كان بيعمله ايه كان بيخليه يشيل في كل ايد حجر عشان يتعلم لما يكبر انه يحمل كتب العلم بكلتا يديه هو صغير وماشي لو الحجر لو لا تعب يشيل منه حجر ابوه عنه الى اخر وماشي مع ابوه هو في سن اقل من 10 سنوات فكان الناس لما يشوفهم ماشيين جنب بعض ولولا تعبان يقولوا ممكن نديكوا ذاب يا ابو اسماعيل لهم لا شو بقى قول ابوه ردا على الناس يقول ايه ابوه يقول معاذ الله ان نركب في طلب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نمشي واذا عجز ابنه يعني اركبته على رأسي اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس اللي احنا بنجرح فيهم وبنجرح في غيرهم زي ما الناس طلعين يشككوا في البخاري ومسلم والترمزي وابن ماجا الى اخرى الى اخرى من جهلاء العصر من جهلاء العصر يفكر انهم بيمشوا ازاي لما ابو سعد السماني ولد بمدينة مر 506 وتوفى 562 هجرية رحلاته كانت عشرين سنة سافر مع ابوه في طلب العلم كان عنده كم سنة وهو مع ابوه وخارج في طلب العلم ثلاث سنين ونصف ثلاث سنوات ونصف مات ابوه وعنده خمس سنين اخده اعمامه وربوه في سنه لما بدأ يكون مراهق بدأ يدرك ان عليه مسئولية في طلب العلم حفظ القرآن ومعنفة عروم القرآن والحديث الى اخره الى اخره الى اخره عدد الشيوخ اللي تعلم عنهم قرابة السبعة الاف شيخ ورد في مدينة خرصان مروه في خرصان وزار اكتر من مئة مدينة وقبل ان يموت يعني انتهت رحلاته في عام خمسمية اتنين وخمسين هجرية بعد ما مشي او رحل عشرين سنة طلب العلم قبلك الف العشر سنوات الاخيرة من حياته تمانية وستين مجلد ومصنف في الكتب المختلفة من اصول العلم والدين اما ننزل الى امام اخر اسم ابو بكر محمد ابن عبدالباقي الانصاري البزاز ثلاث سنة ربعين من باعش ومات سنة خمسمية خمسة وثلاثين كان قادي المارستان اصر الروم وقعت في الاسر سنة ونص استلاسل حوالين رقبته وبأيديه وبرجليه وكان الروم كل يوم يقوله يقولوله قل ان المسيح ابن الله عليه السلام فيرفض وفضل في الاسر سنة ونص فضل في الاسر سنة ونص لكن من اول يوم ادرك ان هناك من يعلم السبيان شوف حتى وهو اسير عند الروم هناك من يعلم السبيان ها الاحرف الرومية اللغة الرومية فتعلم اللغة الرومية وهو اسير مكبل بالسلاسل افك اسره بعد سنة ونصف اخر وليس اقل اللي هو الامام محمد ابن عمر الخوارزمي زي مخشري من ربعمية سبعة وستين خمسمية ساعة وثلاثين وهو ماشي في طلب العلم خوارزم دي زمان كانت بلد كلها تلج وهنا عارفين حاجة فيها اسمها فروست بايت او لو تجمد الدم داخل الاطراف فسقطت لجله انت قطعت رجله كان بيمشي على رجل خشب سقطت رجله امتى وهو بيطلب العلم عشان العلم ده يوصل لنا اما انا باتكلم على الحاجات دي كلها باتكلم ليه باتكلم من نفرح للطرب العلم ممكن ناخد السورة اللي بعد كده نفرح للطرب العلم في ناس دلوقتي اللي واخد لي باكالوريس تجارة واللي واخد لي باكالوريس تربية رياضية واللي واخد لي مش عارف طبيب واللي واخد لي كذا واللي واخد لي فلسفة واللي واخد لي كذا وكلهم بيتكلموا في الدين وفي العلم وبيفتوا دول عاملين الفيلم ده اسمه فيلم ايه لو انت فاكرينه اسم فيلم الاياد الناعمة ده امير ما كانش عنده شغل ما كان عايش في الماضي وده راجل خد دكتوراه في ايه في كلمة اسمها حتى كلمة اسمها ايه حتى ده كلمة اسمها دكتور حتى فكتير جدا من الناس اللي بيوعزوكوا واللي بيكلموكوا هم زي الاخ اللي واخد في دكتوراه في حتى ده حافظوا لهم كتابين تلاتة عرفوا لهم حاجتين تلاتة والاخر طلعوها عشان يكبوها عليكم انا بس بانقل لنا كلنا ان كيف عانى العلماء في نقل العلم سواء كان العلم ده علم ديني وشرعي او علم مهني في الطب والهندسة والزراعة والمياه الى اخره الى اخره الى اخره الان نحن نجلس متكئين على الارائك نجرح في هؤلاء العلماء الذين قبلوا بلاء حسن لكي نصل الى ما وصلنا اليه اليوم من علوم ومن معرفة ومن قيم ومن اخلاقيات ومن اكتشافات لنا اقوله دينا كلنا خاصة للشباب وارجع لقصة الشاب اللي هو بدأ وهو مراهق وهو مراهق اه اه شاكر اسمه ايه هو اه اه انت وانت ابنك صغير في سن المراهق بتجيب له ايه بتجيب له ايفون بتجيب له ايباد بتجيب له كومبيوتر جيمز بتجيب له اي خيبة وده وهو مراهق كان بيحاول يتعلم علم القرآن والحديث او علوم اخرى زي ما منتكلم فيها سواء كنا نتكلم عن واحد زي اديسون او واحد زي اللي هو اه تقردوه من المدرسة عشان قاله عنه النغبي او واحد زي اينشتاين كان متخلف في الدراسة او واحد زي علي مصطفى مشرفة ب او باشا اللي هو كان من قرناء اينشتاين خذ الدكتورة بتاعته وعنده سنة او سنة ونصف او واحد زي ابو القاسم الزهراوي اللي ترك لنا مجلدات تلاتين مجلد في الطب وسبق اوروبا هو في الاندسلس ابو القاسم الزهراوي او ابن سينا اللي كان يحفظ القرآن ويتعلم العلوم واصبح فيلسوف وطبيب سن مبكر احنا بنجيب لولادن ايه دلوقتي بنجيب لهم الايفون والايباد والكمبيوتر جيمز وهيهيه وهيهيه واضربوا سنجا في شعرهم ومقص وموس ويعيدوننا ويعملنا شعرهم زي ايه زي عش عش الفراخ انا كنت فاكر في فيلم كان فيه زنات صدقي زمان وجاء كانت لابسة بورنيتا وعليها كاتاكيت فالشباب دلوقتي لابسين شعر في بودة كاتاكيت هم دول الشباب اللي احنا عازينهم عشان يغيروا مستقبل امامهم ويبنوا حضراتهم الى اخرين الى اخرين لا تنخدعوا بعلماء اللايكس والانستجرام والهاشتاج السرعة اللي بعدها ده طبعا امام محمد بن حنبل رضي الله عنه ده الامام ابو حنيف انا ما اتكلمش عن الناس الكبار دول انا كلكم عارفينهم بعد كده ابن سينا بعد كده ليونار دابنشي ادسون زي ما اتكلمت عنه ارشميديس دول علماء الكبار عملية اللايكس دي بقى ولايك لايك تعالى دوق لايك زي ايس ايس تعالى دوق ايس بري جود نايس جرب ايس ايس كريم ايس دي كان اغنية زمان في الافلام لا بدورسه بالمصرين القديمة هنا عشان نقولكم علماء اللايكس دول بيعملوا ايه احنا عملنا حملتين حملة الاولى كانت مناصرة الامين العام الامم المتحدة في توعية الشعوب ان في حيكون مجاعة في السومال واليمن وجنوب السودان واثيوبيا دفعنا 500-600 دولار فيها لمدة شهر العدد الاصلي اللي جلنا حبيبنا يعني اللي هما الاصدقاء بتوعنا اللي تفعنا مع الحملة 46 ألف لكن الحملة المدفوعة اجرها جابت 2.5 مليون لايك 2.5 مليون قرن انتو ما بين الـ 46 ألف و الـ 2.5 مليون و الـ 600 دولار وعرفوا كيف المدعي العلم ومدعي المعرفة ومدعي 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 يعملون هذه الحملات المدفوعة الاجر دي المرة واحد حملة التانية اللي احنا عملناها برضك مع الامين العام في المنتدى الانساني اللي هي عن الاسلاموفوبيا كانت رسالة جيدة جدا جدا بيدافح فيها على المسلمين وعلى القيم الاسلامية والقيم الدينية لكل الاديان دفعنا فيها نفس المبلغ العدد الاصلي اللي هو بتاعنا نحن على صفحتنا في المنتدى الانساني كان 106 ألف اللي دفعنا أما اللي جاء عن طريق الـ 600 دولار اللي هندفعناهم عشان نعمل حملة اعلامية 2.5 تقريبا أو 2.2 مليون 480 ألف مشاهد فتخيالوا أنا أو أنا علم الهاشتاج ده أو علم اللايك أو دعية اللايك اللي أنا عندي 10 أو 20 أو 30 مليون أنا بعمل ايه؟ أنا بنزل على الفيسبوك بتاعتي زي ما أنا بعمل دلوقتي وبعمل على أحد الصفحات الحملة المدفوعة دي فالشباب الصغير المغيب اللي زي كتير مننا قولوا يا سلام ده فلاني الفلاني بيشوفوا 2 مليون ياه ياه فيزداد عدد اللايكس عندي في الصفحة ببتدعم الإعلانات الدين والعلم مش للبيع يمكن مرة دكتور علي جمعة قال كلمة هي كلمة حق ده منك حالي 15 سنة ايه كلمة؟ الدين مش مجال يفتي فيه أي حد الدين مش مجال يفتي فيه أي حد فلما ننظر مثل هؤلاء الناس الشباب المهووس باللايكس اللايكس اللايكس اللي ما بيصبرش على إنه يسمع الكلمة لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق أو ربع ساعة عشان يتعلم الشباب اللي من جوه فيه آآ آآ يعني إيه فراغات ذهنية عقلية فلسفية قيامية أخلاقية دينية علمية أي إيا لا ينخدع بعدد اللايكس اللي ممكن أي حد منها يحطها عنده على الصفحة بتاعته بل إن أراد أن يتحدث في الدين فالدين ليس مجال لكل من هبه ودب ناس واخدين دراسة زي الدكتور بتاعته حتى دي فيلم اللي هو آآ الآدي النعمة وظفتهم فقط إن هم يجدوا الغريب في الدين والشيء الخلافي ويعملوا عليه قضية كبيرة جدا الشيء الخلافي اللي المجتمع لا ينظر إليه ويحبوا يتكلموا عنه دول ليسوا بالعلماء يجدوا الزريعة إنهم يجرحوا الآخرين يجرحوا من سبقوهم من هؤلاء العلماء اللي رجلهم تقطعت ومشوا الألاف الأميال وتكبدوا العناء والسجنوا وتبهدلوا وتعذبوا عشان يوصل لك أنت العلم وانت قاعد في بيتك ولا مؤخذة على مقاعدتك تتقعر من منخارك ومن آخر خيشومك وتتكلم عنهم وتقول هؤلاء رجال ونحن رجال انت مش رجال خالص انت عاملش حاجة حتى ولو خط دكتوراه حتى ولو خط ماجستير عملتش ما استطعتش أن تتزوق حلاوة العلم في طلب العلم والمكابدة والمجاهدة ها التي تكبدها هؤلاء جهادا واجتهادا لكي تصل إليك المعلومة اليوم وانت قاعد إن أردنا أن نحارب التطرف والإرهاب والرجعية ها وكل هذه الأفكار المشبوهة فلا نستمع لمثل علماء اللايكس لأنهم لا يسلبوا علماء هم من يتصدرون الموقف لأننا غيرنا مصارات طلب العلم أختم بقول والدي أنا رحمة الله عليه كان تيخف الأزهر كان شروع الدخول الأزهر في القرن الماضي في العشرينات والثلاثينات أن يكون الطالب حافظ القرآن الكريم فلكي يحفظ القرآن الكريم كان في الكتاب في المنصورة وبعد كي انتقل إلى معهد طنطة الأزهري درس فيه مش عارض أربع سنوات أو ست سنوات وبعد دخل الأزهر الشريف تعرفوا لما تخرج من أزهر الشريف بعد دراسة دينية سنة 1935 إيه اللي امتحاني شافه ويبتاعه رحمة الله عليه كما قال لي والعهد عليه هو طبعا مكنتش مولود ساعتها هاتولدت بعد ما خدت الماجستير ما تخرج بحوالي 15 سنة قال لي يا ابني امتحاني سبع مشايخ لمدة خمس ساعات امتحان شفاوي شا فا وي في كل المواد لكي يتأكدوا بأن الشيخ عبده حينما يصعد على المنبر ويسأله الناس يستطيع أن يجيب بعد دراسة في الدين 20 سنة من المهد من المهد لما خرج ما خرج عالم لا خرج امام مسجد قيسون في شارع محمد علي في الحلمية الجديدة وبعد كده يتدرق في العلم بعد كده كي يصبح عالم كي يصبح مكتهد كي يصبح فقيه اللي كي اللي كي اللي كي اللي كي الى آخرة فنختم قائلين لا تنخدعوا باللايك ولا تنخدعوا بالهاشتاغ ولا تنخدعوا بمن يثيرون القضايا الفرعية وينسونا حي الأمة ده اللي حصل الوقتي في المسلم الروهينجا أو سوريا أو السودان أو في جنوب السودان أو اليمن أو السومال أو إلى آخره شغلونا عن حاجة الأمة لا تنخدعوا مثل هؤلاء الذين يتحدثون عن الغريب المستغرب الخلافيات اللي فقط ينقضوا التاريخ ولا يصنع المستغرب جزاكم الله خير وتمنى لكم عطلة أو جمعة سعيدة غدا وعطلة سعيدة يوم السبت والحد أينما كنتم وشكرا لكم على حسن استماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر